السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصفة نت اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير كيكات فردية ببيضتين فقط ويعطينا كمية كثيرة كما نرى هذا هو شكل الكيك من الداخل كي يجينا روعة في المداق راقي في الشكل وكذلك بالنسبة لمكونات التحضير فهي مقونات سهلة وجد بسيطة يعني كيكا اقتصادي بكمية كثيرة انتمنى انكم تجربوا وينالاعجابكم بإذن الله اذا عجبتكم الوصفة كالعادة فما تبخلوش عليها باي تعليق انتقاد او ملاحظة ادعوكم للاشتراك واذا اردتم التوصل بالجديد فاضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد نخليكم مع طريقة التحضير والمقونات بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات فغد نحتاجه بيضتان بالنسبة للبيض فيكون بدرجة حرارة المطبخ نصف كأس من الزيت بالنسبة القياس هذا الكأس فهو 150 ملي نفس الشيء نصف كأس من السكر وكأس ونصف من الدقيق قبصة من الملح علبة من اليوغورت او الزبادي من وزن 110 غرام كيسين من الكاكاو من وزن 7 غرام اي 14 غرام كيس من السكر بنكهة الفانيلا واخيرا عندنا كيسين او كيس واحد من الخميرة حسب الرغبة انا هنا قد نستعمل كيس واحد من وزن 8 غرام نمر على بركة الله لطريقة التحضير بسم الله على بركة الله اولا في ايناء نوضع قبصة من الملح نضيف البيض بيضتان من بعد نضيف كيس سكر بنكهة الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف ونضيف نصف كأس من السكر كذلك الزيت ممكن اننا نوضع كل المكونات بالخلاط الكهربائي من بعد نضيف علبة من اليوغورت والزبادي وزن العلبة هو 110 غرام ثم ناخد الخلاط الكهربائي وندمج هذه المكونات جيدا مع بعض كما قلت لكم ممكن تستعملوا الخلاط العادي من بعد ناخد نصف كأس من الدقيق نضيف له كيس من خميرة الحلويات البيكين باودر بالنسبة للكيس الاخر فما قد نستعمله سنكتفي فقط بكيس واحد نخلط الخميرة مع الدقيق جيدا من بعد نضيف كيسين من الكاكاو ما يعادل 14 غرام نحرك الدقيق مع الكاكاو والخميرة جيدا بسم الله الآن نضيف خليط الدقيق مع الخميرة والكاكاو من بعد نحرك خليط الدقيق والخميرة والكاكاو مع المكونات السابقة نبدأ بإضافة الدقيق تدريجيا مع التحريك حتى نحصله على خليط الكيك المناسب من بعد ناخد قالب قالب فرن نحاول أن نختار قالب من نوع مستطين ويكون حجم القالب قالب كبير لأننا بغين الكيك ما يكونش مرتفع جدا يعني يكون كيك عادي سنضهن القالب بواسطة الزبدة نضهنه جيدا بالنسبة للزبدة فبدرجة حرارة المطبخ كذلك ناخد الدقيق وسط مصفات ونرش الصفيحة صفيحة الفرن أو قالب الفرن جيدا بالدقيق باش ما يلتسقش لنا الكيك من بعد غدي نزولو الدقيق الزائد الآن غدي نوضعو خليط الكيك في وسط صفيحة كما كنشوفوه فالخليط الكيك يكون بهذا الشكل يعني كيكون خليط تقيل إذا كان خليط خفيف جدا فالكيك كينتافخ من بعد ما كنخرجوه من الفرن فكيرجع يتقلص الحجم دياله يعني كيتفش لنا وهذه من الأسباب اللي كتأدي إلى عدم نجاح الكيك على بركة الله كنقضو سطح الخريط من بعد كندخلوها لفرن ساخن بالنسبة لدرجة حرارة الفرن فتبقى حسب نوع الفرن أنا هنه غدي ندخلها لفرن بارد على درجة حرارة 150 والحرارة الفرن ستكون في الأول بالأسفل يعني تكون نار بالأسفل ومن بعد ما كينتافخ الكيك وكيرتافع وكيتحمر من الأسفل كنشعلوها من الأعلى اللي يحمر كذلك من الأعلى بالنسبة للمدة فحسب نوع الفرن وهنايا كما كنشوفو كما قلت لكم سنقطعوها المستطيلات صغيرة الحجم تقريبا هاد المستطيلات سيكونوا بقد نفس قياس الموز يعني ما يكونوا شعرات وإلا حبيتو تزول الجوانب فالاختيار يبقى لكم إذا كما كنشوفو هذا هو الشكل ديال المستطيلات ديال الكيك كنوضعوهم جانبا ونمرو ونكملو مراحل التحضير المتبقية بسم الله فيما يخص الكريمة فنحتاجو العلبة من الكريم شونتي بالنسبة لوزن العلبة فهو 100 غرام العلبة كنكونوا وضعينها في التلاجة من قبل وهنا غد نحتاجو ربع لتر من الحليب البارد جدا كذلك الحليب يكون بارد باش تنجح الكريمة نمرو طريقة التحضير في إناء كنوضعو ربع لتر من الحليب أو ما يعادي الكأس كبير الحليب ضروري أنه يكون بارد جدا من بعد كنضيفو كيس من بودرة الكريم شونتي كنخفقو الكريمة حتى كد ضاعف الحجم ديالها وقد تصبح كريمة أكثر تماسك كما كنشوفو هناك الكريمة أصبحت متماسكة وجاهزة كنناخدو جيب حلواني وكنوضعو الكريمة بالوسط وهنا يعدنا قطع الكيك لقطعناهم على شكل مستطيلات سنبدأ بوضع الكريمة في أعلى كل قطع من بعد ما كنوضعو الكريمة على كل قطع كنناخدو الموز وكننقضوها قليلا بذيت باش تصبح لنا بشكل مستقيم وفي كل قطع كنوضعو نصف موزة من بعد غد ناخدو الكريمة غد نوضعوها على جوانب الموز وكذلك غد نوضعوها قليلا في أعلى على كل موزة بالنسبة للموز في هاد الكيك فكنستطعو أن نحتافظو به في التلاجة وكيبقى صالح يعني اللون دياله ما كيتغيرش لأنه كنوضعو الكريمة ومن بعد في الأعلى كنوضعو القلاساج بالتالي كيبقى لنا الموز بنفس الشكل سنستمرو بنفس الطريقة سنوضعو الكريمة على جوانب كل قطعه وكذلك في أعلى كل موزة سنوضعو القليل من الكريمة على بركة الله سنأخذو صحا سنوضعو أي شبك عندكم في البيت كما ممكن أنكم تستعملو ورقة زبدة أو ورقة طبخ سنوضعو القطع في أهل الشبكة على بركة الله في حمام مائي به ماء مغلي سنضعو الشوكولاتة لتدوب بالنسبة لكمية الشوكولاتة فتبقى حسب الرغبة من بعد ما تدوب لنا الشوكولاتة سنأخذو يوغورت الشوكولاتة أو زبادي بنكهة الشوكولاتة ونضيفوه إلى الشوكولاتة الدائبة سنستعمل هنا مقدار ملعقتين سنوضعوها فقط كما تدوب لنا الشوكولاتة كالصلصة يعني صلصة الشوكولاتة أو غلاساج سهل ولامع نحرق المكوينين كما كنشوفوه فلون الشوكولاتة كيصبح لنا لون أسود ولامع على بركة الله من بعد ما تدوب لنا الغلاساج أو الشوكولاتة دافئة ضروري جدا أنها ما تكونش ساخنة لأننا إذا وضعناها وهي ساخنة فوق الكيك فبالتالي سأدوب لنا الكريمة يعني كنوضع الإصبع في الداخل وكتكون الشوكولاتة دافئة فقط كنوضعوها فوق كل واحدة بواسطة الملعقة كما كنشوفوه فالغلاساج كيكون غلاساج لامع سنستمر بنفس الطريقة حتى نوضعوه سلصة الشوكولاتة أو غلاساج الشوكولاتة على كل قطاع الحلوى من بعد كنناخده سواء أننا نوضع أي نوع من المكسرات على الكيك كما غد نوضع في هذه القطاع القليل من الجوز والقطاع الأخرى غد نوضع الشوكولاتة فيغميسيل أو شعرية الشوكولاتة بالنسبة لهذا الكيك فكيجي المضاق ومضاق لديد كما شفتوه فهو سهل في التحضير إذا المتابعين الكرام هذا هو الشكل النهائي للكيك ديالنا كما كنشوفوه هنا سوف نقوم بتقطيع قطعة لكي نرى كيف يجينا من الداخل نتمنى أن فكرة اليوم تكون نالت إعجابكم كما تشوفوه يجي المنظر جميل وكذلك المضاق يجينا رائح مع الموز وكذلك الكريمة فكيكون مضاق منسجم ومضاق لديد نتمنى أنكم تجربوا فكرة اليوم وتنال إعجابكم إذا أعجبكم الفيديو فكالعادة ما تبخلوش علي بأي تعليق ملاحظة أو انتقاد كذلك إذا كانت هذه أول زيارة لكم في القناة فأدعوكم للاشتراك ولا تنسوا الضغط على الجرس ليتتوصلوا بكل جديد إلى وصفة أخرى وفيديو قادم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته